اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 30 كيلو متر في الساعة ودرجة الحرارة حاليا 30 درجة مئوية والرطوبة النسبية في مدينة الكويت 46% والرؤية الأفقية متراجعة قليلا بعض الشيء يعني بطريقة غير ملموسة 11 كيلو متر أفضل رؤية أفقية في المدينة دائما تكون حول 12 كيلو متر تراجع بسيط بسبب ارتفاع نسب الرطوبة لكن الأجواء الراطبة بدنانا راح تنتهي يوم الغد مع عودة الرياح الشمالية الغربية وسما صافية راح تستمر ويانا لعدة أيام السماء الصافية والسماء خالية من السحب ليس فقط على الكويت على الكويت وأيضا على الجزم الشمالي من الجزيرة العربية حتى نهايته اليوم الرياح خفيفة لمعتدلة سرعة بوجه نعام شمالية غربية إلى متقلبة التجاه في فرص الهواء الكوس والحساس بالرطوبة موجود ويانا الليلة باشر بدنا لا يعود الجفاف مع استمرار الرياح الشمالية الغربية درجات الحرارة تتراوح ما بين 27 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية والبحر الليلة خفيفة لمعتدل الموج من 1 إلى 4 غدا منتصف نهار يوم الغد أجواء حارة نسبيا ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 38 درجة مئوية إلى 41 درجة مئوية أقل درجات الحرارة ستكون دائما في السواحل الجنوبية تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية وأيضا في جزرنا الجنوبية تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية الرياح ستكون خفيفة إلى معتدل من 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة شمالية غربية مع سمة صافية وحول هذه المعدلات من 12 تقريبا إلى 35 كيلومتر في الساعة في المساء والبحر خفيفة لمعتدل الموج مع سمة صافية ودرجات حرارة تتراوح ما بين 27 إلى 32 كيلومتر في الساعة البحر من فترات الحمل خفيفة لمعتدل الموج بوجه نعام من 2 إلى 5 قدم المد الأول بذن الله ساعة 2 و 20 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 34 و 31 دقيقة مساءا والجزر الأول الساعة 27 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 39 و 37 دقيقة مساءا المواقيت بذن الله أذان الفير الساعة 24 والشروق الساعة 45 والمغرب الساعة 25 دقيقة أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة الرياح الشمالية الغربية تعود مجدداً والجفاف أيضاً وتكون خفيفة لمعتدلة سرعة بوجه عام وأجواء حارة تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الأيام الخمسة القادمة ما بين 38 إلى 41 درجة مئوية مع نهاية الشهر بذن الله سيكون التحسن في درجات الحرارة خلال النهار ملموس أكثر خلال المساء أجواء معتدلة وأكثر اعتدالاً في الفترات المتأخرة من الليل والفجر بذن الله سمى صافية 41 للعظمى والصغرة 25 من 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة وحول هذه المعدلات أيضاً في يوم السبت وطقس شبيه أيضاً 41 للعظمى والصغرة 25 ومن 15 دي 38 كيلو متر في الساعة وحول هذه المعدلات سرعة الرياح تستمر ليوم الأحد من 12 إلى 35 أربعين للعظمى والصغرة 24 سمى صافية وأربعين درجة مئوية أيضاً في يوم الأثنين وثلاثة وعشرين الصغرة لكن في فرص لنشاط الرياح الشمال الغربية قليلاً خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوف من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة على فترات نشاط الرياح الشمال الغربية سيكون خلال فترة النهار ويستمر هذا النشاط أيضاً على فترات حتى يوم الثلاثاء من 10 إلى 40 كيلو متر في الساعة والعظمى 40 درجة مئوية والصغرة 22 درجة مئوية أعزاء المشاهدين الأجواء الحرارة مستمرة ويانا خلال نهار لكن الأجواء معتدلة خلال المساء والرياح الشمال الغربي ستستمر والجفاف يعود مجدداً ودرجات الحرارة في تراجع تدريجي أيضاً خلال الأيام القادمة نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر